اشتركوا في القناة ومشكلاتها وانشطتها المستمرة وشكرت الرئيسة سهل ورقة اللجنة على جهودها وطلبت منهم التركيز على منع الصراعات الاقليمية وقالت اننا اذا لم نتمكن من الخروج من دائرة الصراع لا يمكننا بناء سلام مستدام ينعقد المؤتمر الاقتصادي الافريقي في اديسة بابا تحت شعار ضرورة التنمية الصناعية المستدامة في افريقيا وشددت الرئيسة سهل ورقة على ضرورة تغيير خطاب التصنيع في افريقيا من خلال التصنيع والتنمية الشاملة والمستدامة المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل تمام علي شددت الرئيسة سهل ورقة زودية على ضرورة تغيير خطاب التصنيع في افريقيا من خلال التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتم عقد المؤتمر الاقتصادي الافريقي في اديس بابا تحت شعار ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في افريقيا وفي كلمتها الافتتاحية في المؤتمر شارت الرئيسة الى الحاجة في بناء قطاع صناعي قوي وتغيير خطاب التصنيع في افريقيا وأوضحت أن التنمية الصناعية عنصر أساسي للنمو الاقتصادي المستدام والشامل في افريقيا وأكدت الرئيسة على الحاجة الى تغيير خطاب التصنيع في افريقيا من خلال التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وأضافت أن الادماج الاجتماعي في قطاع الانتاج فضلا عن الفوائد المشتركة من النمو الصناعي هي الأساس لإفريقيا المزدهرة ولا ينبغي أن يتخلف أحد عن الراقب سواء في صنع الموارد أو في تقاسمها ولذلك يجب على المؤسسات والهياكل الحكومية التأكد من أن السياسات الاستراتيجيات العامة والخطط الوطنية تراعي التنوع الاجتماعي وأشارت الرئيسة سهل وارق إلى أن الاعتماد على الشركات المصنعة الاجنبية فقط يشكل مخاطر مما يجعل من الحكمة والضرورة استكشاف خيارات متنوعة ولذلك فإن الوقت الآن حاسم لتبني استراتيجيات أكثر كفاءة لاستبدال الواردات والتصنيع والتنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات التصنيع القادرة على المنافسة دوليا مشددت على أن سياساتنا يجب أن تتضمن أي دعوات وسياق محدثة يأخذ في الاعتبار الذواهر الحديثة التي تتطلب التكيف مع التكنولوجيا وتتبيقها وقال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا كليفار جاتيتي إنه من الصواب مناقشة السياسات والقدرات المؤسسية للتصنيع المصدام والتنمية الشاملة والتحول الهيكلي وذكر أن هذا سيساعد على إعادة البناء والخروج من الأزمة بشكل أقوى وشدد على أن يقف الجميع معا في أهداف التنمية المصدامة والوفاء بالتذامنا تجاه إفريقيا ونريد وضع جوهرنا لتسريع التصنيع من أجل التنمية المصدامة والشاملة وقال إن أجندة التصنيع في إفريقيا تركز على التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية والتجار وأضاف أن تطوير البنية التحتية يضمن الطموح إلى إنشاء قارة موحدة على أساس أفكار الوحدة الإفريقية ونخضة إفريقيا وقال كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجمع الحكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة التابعة لبنك التنمية الإفريقية البروفيسور كيفين أوراما ونحن بحاجة إلى التركيز على التصنيع الذي يقوده التصدير وكذلك استبدال الواردات وأوضح أننا نحتاج أيضا إلى التركيز على بناء قدرات تلك المؤسسات التي ستسمح بحدوث تطورات في الصناعات وأضاف أن البلدان الإفريقية بحاجة إلى بناء المزيد من الروابط فيما بينها بحيث تكون قادرة على التجارة بشكل أكبر مع بعضها البعض وإذالة الحواجز التجارية وتسحيل التجارة بين البلدان وكذلك داخل البلدان في منتجات التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى وقال وزير الصناعة الإثيوبي ملاك ألبل إن إثيوبيا تسعى بنشاط إلى اتباع عاليات مختلفة بشأن التصنيع من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي ومن أجل تعذيذ التصنيع استثمرت إثيوبيا بشكل كبير في الإصلاحات الثياسية والتنظيمية قال فيما يتعلق بالبنية التحتية إن البلاد استمرت بكثافة في البنية التحتية وخاصة السكك الحديدية وشركات الطيران والطاقة والطرق وإن إفريقيا لديها إمكانات عمالة حائلة ولكن ينبغي تعليمها من أجل الكفاءة وأضاف أن إفريقيا تحتاج أيضا إلى الاتثمار في تعذيذ الصدرات وستراتيجية استبدال الواردات من أجل توازن تجاري أفضل شكر رئيس الوزراء الإثيوبية الدكتور أبي أحمد نظيره الهندي ناريند رامودي على عقد برنامج افتتاحي لقمة الصوت الجنوب العالمي الثانية وقال في رسالة نشرها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أنه يشكر رئيس أزراء ناريند رامودي على عقد البرنامج الافتتاحي لقمة صوت الجنوب العالمي الثانية وأضاف أن فكرة تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي والتحدث بصوت واحد تلعب دورا بارزا في الشؤون الاقتصادية العالمية واستخدام قدرات الابتكار والذكاء الاصطناعي وقال إنه عندما ننظر إلى قدراتنا الواسعة وأهدافنا التنموية المشتركة فإننا ندرك أن الجنوب العالمي لديه إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإثيوبية السفير مسكانو أرقا مع سفير روسيا الاتحادية لدى إثيوبيا إفغيني تاريكين وأجرى معه نقاش مفصل وخلال المناقشات تم التشاور حول إمكانية زيادة التعاون بين البلدين في المتدئات الثرعية والمتعددة الأطراف والقمة الروسية الإفريقية المقبلة وبحسب المعلومات التي تلقينها من وزارة الخارجية طلبت إثيوبيا من الحكومة الروسية دعمت جهودها لضمان الأمن الغذائي وأشار السفير مسكانو إلى ضرورة الاستثمار الروسي للجاء مصنع للأسمدة في إثيوبيا وأشار إلى أن إثيوبيا مهتمة بالعمل معا لتحقيق ذلك وأكد السفير الروسي أن بلاده ملتازمة بالعمل مع الحكومة الإثيوبية في القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية السفير ملس ألم أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسي للمركز العالمي للتاريخ وتراث التعليم والتعليم السود في أديس هبابا المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد أمين أحمد أعلن المتحدث باسم الشؤون الخارجية السفير ملس ألم أمس الخميس خلال البيان الصحفي في الأسبوعية أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسي للمركز العالمي لتاريخ وتراث وتعليم السود رسميا في أديس هبابا وقال ملس أن إثيوبيا هي أصل البشرية وذات حضارة قديمة وعضو في مختلف المنظمات الدولية وإن افتتاح المقر الرئيسي للمركز العالمي لتاريخ وتراث وتعليم السود في أديس هبابا سيجلب العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وسيعزز دور العاصمة الدبلوماسية أديس هبابا وقال السفير ملس أن قرار المركز بفتح مقره الرئيسي في إثيوبيا هو اعتراف بتاريخ البلاد في الحركات الإفريقية وأضاف المتحدث أن المؤسسة مهتمة بجعل إثيوبيا مركزا للحركة الإفريقية وذكر أن وجود المركز في أديس هبابا يمثل فرصة عظيمة لتعزيز مكانة إثيوبيا في قطاع السياحة أيضا وسيحضر حفل الافتتاع كبار المسؤولين الحكوميين والضيوف المدعوين وتجدر الإشارة إلى أن وفد المركز العالمي لتاريخ وتراث وتعليم السود قام بزيارة عمل لمدة عشر أيام إلى إثيوبيا في إبريل الماضي والتقى بمسؤولين حكوميين رفيع المستوى والمركز مخصص لتوثيق تاريخ إفريقيا الحقيقي وتراثها بدقة وسيشمل ذلك المخطوطات والتحف والآثار والإنجازات والاختراعات والأيدولوجيات وفيما يتعلق بقضايا شؤون الخارجية الأخرى قال المتحدث الرسمي إن إثيوبيا تؤكد مجددا التزامها بالسلام والاستقرار لشعب السودان الشقيق وستقدم الدعم اللازم له للخروج من أزمته الحالية وأشار إلى أن إثيوبيا تعتقد أن المشكلة في السودان سيحلها السودانيون وأضاف ملس أنه يجب اعتبار مشاركة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في القمة السعودية الإفريقية بمثابة إسبوع أظهرت فيه إثيوبيا تأثيرها على المسرح العالمي حيث أجريت مشاورات مكثفة مع السعوديين حول مجالات التعاون المشتركة وزعماء مختلف البلدان وبحسب المتحدث الرسمي فإن المناقشات بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكن والمدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديوني وكذلك وزير الخارجية التنزاني نيرما كامبو ساعدت إثيوبيا على تعزيز مصالحها وقال السفير ملس ألم في الأسبوع المقبل بدءا من 21 نوفمبر عام 2023 ستقوم أكثر من 20 شركة فرنسية بزيارة تمهيدية للاستثمار في إثيوبيا بهدف المشاركة في مجالات مارية مختلفة قدم السفير إثيوبيا لدى دولة الكويت السفير سيد محمد جبريل أوراق اعتماده إلى ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبحسب وزارة الخارجية نقل السفير رسالة رئيسة الجمهورية سهل ورق زوده ورئيس الوزراء أبي أحمد إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأشهد السفير بالعلاقة التاريخية بين البلدين وشدد على ضرورة تعزيزها من خلال ارتباطات متجددة وكما أعرب عن ثقته في أن حكومة الكويت ستقدم الدعم اللازم لمساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من جانبه أعرب ولي العهد عن امتنانه للتمنيات الطيبة لرئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء وذكر أن الكويت ستواصل تعزيز علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا وأكد مجددا التزامه بدعم مساعي السفير خلال إقامته في دولة الكويت نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل حول الأسباب الأساسية لانخفاض معدلات الطلاب وقال المدير التنفيذين لشؤون الاستراتيجية بوزارة التعليم السيد مزقبو بيازن المنتدى يتمتع بميزة كبيرة في تحديد المشكلات وإيجاد الحلول المدعومة بالأبحاث وبحسب المعلومات الواردة من وزارة التربية والتعليم ينبغي تعزيز دعم وتعاون جميع الأطراف لأن غطاء التعليم لديه مجموعة واسعة من المهام والمشاكل ويشارك في ورشة العمل مسؤولون حكوميون وعلماء من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والمهارات ومكاتب التعليم والمالية الإقليمية وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والأوساط الأكاديمية التقى رئيس المجلس الفيدرالي التحدي أغينيو تشاقر مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني الصيني لوسانج جيلتسون والوفد المرافق له الموجودين في إثيوبيا في زيارة رسمية وطالب أغينيو بتعزيز الدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه الحكومة الصينية إثيوبيا لأنه يحقق تغييرات ملموسة في البلاد من جانبه قال لوسانج جيلتسون إن العلاقات والشراكة بين إثيوبيا والصين ليست جديدة بل هي طويلة ومستمرة وضف لوسانج جيلتسون نهنئ إثيوبيا لانضمامها إلى عضوية البريكس وتشير المعلومات التي تلقيناها من مكتب مجلس الاتحاد الفيدرالي إلى أن الحكومة الصينية أكدت أنها ستواصل دعم التنمية في إثيوبيا قدمت وزارة التخطيط والتنميات دعم المتنوية لجمعية مقدونيا الخيرية وقامت الوزارة بتوفير المعدات المكتبية والمستلزمات للنظافة للجمعية وقالت السيدة ترومار أكلوم من وزارة التخطيط والتنمية أنه على الرغم من أن الدعم لم يكن كافيا إلا أنه يهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات الأخرى وضافت السيدة ترومار أن جمعية مقدونيا مؤسسة خيرية يجيب علينا الوفاة بمسؤولياتنا الاجتماعية اتجاهها وذكر مؤسس مقدونيا السيد بن يام بلعي أنه تلقى الكثير من الدعم من الوزارة قبل ذلك وقال لا أود أن أعبر عن انتناني للمؤسسة على تواصلها وتشجيعها لنا من خلال تقديم المواد الصحية ومختلف المستلزمات مشاهدين في ختام النشرة تذكيرون بأبرز العام رئيس الوزراء الاثيوبي يشكر نارين درامودي على عقد البرنامج الافتاحي لقمة صوت الجنوب العالمية الثانية رئيسة الجمهورية تؤكد على الحاجة إلى تغيير مسار التصنيع في إفريقيا مشاهدين الكرام باذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وحتى نلتقي في نشرات قادمة دمتم سالمين